اكشن صباح الخير عليكم أصبحنا وأصبحنا من كل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورعنا وين أصبحنا ترويش علي هذا رعنا في سون فرنسيسكو هذا أول يوم لينا مع هذه المهابة الناية رعنا عدخونا مهدي خالي 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 وين جاي سلام عليكم جاي في الافريق مننا منا منا سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم وصبحنا هنا عدخونا مهدي مع أخويا مهدي لقمانتي الزاد ولقمان بيكوس بيكوس بيشاركو معاكم بلاتفورم اللي علم الإنجليزية وهذا السؤال اللي طرحتوا لي بزاف كيفية تعلم الإنجليزية من الطرق الفعالة اللي راح حاليا باش تتعلم الإنجليزية هي عن طريق الواتساب يعني أستاذ تتغل تتعامل معاك انك في قسم يرسلك تسأله يجاوبك وهذه الخدمة شكن يقدمها يقدمها واحد بلاطة اسمه جولدن سبيكر اللي راح تلقو كامل المعلومات عليهم في صندوق الوصفة واش يقدمها هذي جولدن سبيكر يقدموا دورات يقدموا دورات تعليمية اللي راح تدوم 45 يوم سعر الدورة يعني الجماعية حوالي 7500 دينار جزائري وبالنسبة للطلبة كين تخفيض لهم 6000 دينار جزائري وكين ايضا حتى حساس فردية ويراجعوا ايضا الاصحاب البكالورية وكي تقرأ هذا الشي ما راح تخرج هاكا وانا ما راح تخرج بالشهادة وشهادة هذي محتمدة دوليا من سيدني ولي ما ينجمش يشارك معاه في الواتساب وما ينجمش يخلص قادر تروح تشترك معاه في الانستجرام وتتعلم اناني مجانة وكين تاني ايضا خصم اللي راح يجو عن طريقي من جواد فلوغ يالله نبدو الفلوغ سليم موسيقى 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 اذا نرىنا في الداونتاون وكي ما قلت لكم الوضاحنا في امريكا بالنسبة لكورونا يعني قاعد المحلات مبلعين يديروا غير تاك اوت مثلا كما هنا ستاربوكس موسيقى موسيقى يعني طريبا هذه الطريق تكون معمرة بالغاشر موسيقى موسيقى اللي ما عرفتكم بش عليه يقدموا في الانستجرام واسمه المسافر موسيقى او معنا جواد اليوم زيدنا نقلولو خطر وحد اخرى مرحبا به ان شاء الله سوف يجبوا محتوى رائع رح نسيه و نديروكم الدورية الشابين رح نسيه و نعرفوكم على بلايس باكين حويج بزاف ديروا له طقس و تقعوا غير تبعوا ان شاء الله سوف يتسفيدوا ان شاء الله يقدمكم محتوى في الانستجرام و رح دار فلوغ في اليوتيوب رحوا شوفوه حفزوه باش يزيد يديلي في اليوتيوب لانه فعلا عنده شابه تحس انه و ما من الانستجرام شغل بوزيتف يعني جينا للمكان اخر هنا في سان فرانسيسكو شوفوا هذه البحيرة الصغيرة يعني يعموا في كل وقت يعني صيف اشتاه يعموا هذا هذا يعطلو البحر صح هنا سان فرانسيسكو جايه ما بين البحر و الاوشن على اليد اليوسرة تشوف معي انفاصل هي و هذا القنطرة سوف نكتشفها سوف نكتشفها باب المحيط على الجهة اليسرة توجد البحر والجهة اليمنى توجد البحر بالصح هذا ليس بحر بصح بارد و يدخل بزاف شاركس و تجد فيه سمك القرش و هذا يعمل هذا معروفين في ساحة العالمية لا يوجد في الشتاء أو في الصيف أو في الربع أو في الليل أو في النهار يأتي عمو و يساعدون هناك شاركس يسمى الفتحة بين البحر و الأوشن منها يدخل الشارك و البرد رأى اليوم بعد النهار و مهدي قال لي أن الصيف يدخل في سبتمبر هنا في سان فرانسيسكو ولكن أريد أن أعطيكم مهمة جدا وهي أشهر سجن في تاريخ الأمريكي كان مصدر إلهام العديد من صناع السينما و الدراما مثل الصخرة و بريزون بريك التي كانت أحداثها مستوحات من ذلك السجن المحاط بالغموط موسيقى إذا نرى أننا في تاريخ الأمريكي يسمى بلاك بوينت و أمفاصلنا على جسر سان فرانسيسكو على اليسار و لدينا سجن الكاتراز على الجهة اليومية سجن الكاتراز هو سجن الشهير من أشهر سجون في العالم تبناه في 1847 وهو عبارة عن سجن فيدرالي لا يوجد سجن فيدرالي وهو سجن فيدرالي و ما معنته سجن فيدرالي؟ كانوا يجيبون فيها المجرمين الكبار في العالم والمجرمين الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية و يديروهم التمك و مبينتهم الكابون الكابون كان التمك وهذا سجن الكاتراز عبارة عن جزيرة في وسط البحر يديروه بالعاني باش ميقدروش يهربوه و ميقدرو يديرو والو كين زوج إخوة نسيت اسمهم كين ديجال فيلتاع الكتراز نحب تشوف باش ديكوفري القيسات على الكتراز والقيسات على زوج إخوة هادو اللي قدروا يهربو منو و قدرها يهربو منو في سنة 1920 و لا حاجة ما رانيش سير مليدات مياراوند هاد الأرقام هربو منو صح ملقوهمش و كين يقول لك روايات اللي يقول لك قلوهم سمك القرش كين يقول لك غرقو كين يقول لك خرجوا و بدوا الإدنتيتي كل واحد يقول لك هيا نقبلوا شوية و رح نتعرفوا على سان فرانسيس سان فرانسيسكو هنا هيا جزيلا هيا جزيلا هيا جزيلا هيا جزيلا هيا جزيلا المؤسسات و المجال الكبيرة تاعت بها التكنولوجيا ميتواجدة هنا في الباي أريا وهي تبدأ من سان فرانسيسكو باول واردو ريد وود سيري هيا لازون كين الباي أريد واللي حكمين الاقتصاد العالمي في التكنولوجيا هنا في مدينة سان فرانسيسكو ويوتوب تويتر فيسبوك والى اخره يعني دمعين اوفيس هنا تحوه كامل هنا اوبر بدأت في سان فرانسيسكو ليفت بدأت في سان فرانسيسكو جوجل هنا فيسبوك هنا ابل هنا اذا كل تاك كامبنيز متواجدة هنا واقتصاد كبير 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 في سان فرانسيسكو ومدينة سان فرانسيسكو غالية بزاف على خاطر يجون الناس بزاف كما يقول لك سمارت بيبول الناس اللي عندهم الانجينيرز الناس المختارعين وكامل عندهم صالير عندهم صالير يطلع بزاف اكيد رح يكون الناس والسيتي الصغيرة ما عندهاش القابلية باشترفد الناس اللي يسكنوا فيها والناس اللي جوا يخدموا فيها جديد دكور المساولة المعيشة طلع بزاف على هذا السبال يقول لك هي أغلى مدينة هي أغلى مدينة هي أغلى غالية على نيويورك غالية على ال اي غالية على الكامل وهي العملي فات في 2019 هي رتبوها ثاني أغلى مدينة في العالم إذن بزاف بزاف غالية ولكن هي مدينة جميلة بزاف إليك الخط حول حول لقمان لقمان على الله يهضر لقمان الجور أقرضني وغنغجني وبزبزني كربعني وشخشخ وغنغجني إني أظن هكذا أنا أظن هكذا أظن أنه يشعر أظن أنه مرحبا جينا المكان كما قالي هو المشهور قاحنا يعيشوا على جاله ويه اسموه Golden Gate Golden Gate Bridge البرج باللغة الإنجليزية هي الجسر و الـ Golden هو الذهب Golden الذهبي و الـ Gate الـ Gate هو الباب بالإنجليزية لماذا اسموه Golden Gate هذا الجهة اليسارية هي الجهة تاع المحيط المحيط والجهة اليمنى هي الجهة البحر هذا ما كان جولدين جيت هو الباب الباب ما بين المحيط والبحر والبريج هو الجسر وهو أول أطول وأعلى جسر في تاريخ الهندسة المعمارية والأشغال هذه بسم الله توكرنا عليك يا الله أصبح الخير عليكم أصبحنا وأصبح الملك لله يوم جديد وصبحية جديدة لكن ليس من كاليفورنيا أفول لكن ليس من سان فرنسيسكو وإنما من ساكرامنطو عاصمة ولاية كاليفورنيا هذه المدينة اللي شفتها أنها مناسبة جدا للعائلات مدينة هادئة مدينة مشمسة وحارة طيلة السدى مدينة مقارنة بسان فرنسيسكو رخصة جدا رح نحكي على تفاصيل كثيرة في الفلوكات القادمة وعلى أحسن مكان للعيش في كاليفورنيا المهم خلينا نبدو رحلتنا أو نبدو مشوارنا أو نبدو مغامرتنا إلى واحد الليك اللي يعتبر ليك مشهور جدا ويحبوه بساف الأمريكان منطقة سياحية بالدرجة الأولى واسمها ليك طهو رح نروح مع لغمان المسافر وزين الدين رح نودعو لغمان وتكون هذه آخر خرجة وهو رح يرجع إلى نيويورك وان شاء الله نتلاقه في أيام قادمة فعي الله سليم جزياء وان شهر وان شهر تكن مقرة وان شهر وان شهر وان شهر يرمو وان شهر وان شهر وان شهر وان شهر لن احاوزه على بارك وقالوا لنا كان البحر ان نجل وصنع به وان شهر والمهم كنا في كاليفورنيا أرى جميعا نترك نيفادا. وعود وخرجنا من نيفادا. وكاليفورنيا. مجرد ان نيفادا. كما تعرفون أن كل مستوى وعندها قانون. كل مستوى تحس بأنها دولة. في نيفادا هناك كازينو في القمار. وعندما تقمر فيهم. لا تقمر واحد تقمر وتلعب نرمى عادي انك تلعب فيهم لكن بمجرد انك تخلت لكاليفورنيا فهذا الشي حرام اه خليها دي خلوها اه خليها ببحك انشي حرام فهمنا غير قانوني غير قانوني يعني ما تقعدش تدير تلعب بالغمار في كاليفورنيا قادر يدخلك الحمس مشي خادر يدخلك الحمس فهذا مقارنة لكي تعرفوا بلي كل ستايت وعندها قانون وجواد على شروع يهدر لكم هكذا كنا دركا طريق كنا طريق تفصل حدود تحصل حدود كاليفورنيا ونيفادا تشوف هنا ما بين طريق هذيك تشوف هنا كائن الزوتال والكمبلكس والبلايس اللي يقمروا فيهم ناس ويلعبوا فيهم وكل شي تتمشى خطوات تدخل كاليفورنيا تقطع الطريق تدخل كاليفورنيا وإليغل تمامك كما تدخل الحبس ويعطيك فروسة كبيرة وقدر تمام بيناتهم غير طريق شرطة معلومة جديدة معلومة جديدة ويعطيك كيف تدخل ماذا تدخل حقا كل يوم تجد خطوات طريق تجد خطوات طريق لا انا فرنسي نعم نعم 25 دولار و حدث ما سقى منها كامل 100 دولار جاء حبستينا و احد المراقة انها عندي تيكي في 6 عيبات ب 40 دولار و حبسي كاش شكو نخلص الشركة القدرة كوش جوان حاير كوان تحسب رانا في الماريكا اشتركوا في القناة قدت كوان مانا جيرا والله مانا جيرا والله المانا جيرا والله والله الاسمه سيلزمان هو الالله عاودنا بعانا تيك يخوتي التعرف عين و كنا قادرين بيقوه كنا قادرين بيقوه كنا قادرين بيته او بمياه و كانت 6.20. parle 20 او 40 ياعش او 40 بو حبي دورني في 10 دولار كيف 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 صح نقول لك حاجة عينية ناطيهم له هاك ربعين دولار تاعد نولا تاعد هاك 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 مكان وهاك نكون وصلنا الى نهاية الفلوغ الى عجبك الفلوغ ما تنساش تشاركه مع اصحابك مع عائلتك وما تنساش انت تضغط سر اللايك لانه مهم جدا بالنسباليه وتتابعني على وسائل التواصل الاجتماعي الانستغرام وصفحتنا في الفيسبوك نلتقي الاثنين مقبل على الساعة التامينا دم دم في رعاية الى واحدة سليم